دنيا باطماء كانت تصدم الصحفيين بسيارة يعني كنت تشوفوا على المباشر مشاهدة عشتابي دنيا باطماء ايه يعني دنيا دنيا تهم صحفيين دنيا تهم صحفيين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخوات المغاربة الاحرار فيما كنتوا داخل او خارج ارض الوطن مرحبا بكم تنتمنى انكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر اذا الاخوان والاخوات كيف ما لحظتوا في مقدمة هذا الفيديو في هذه المواقف وفي هذه الاجواء يعني من الحزن اللي شاهدنا يعني الابنة دي الايمان تسونامي ما يمكن الا اننا نزيدوا نطالبوا بتحقيق العدالة وتعميق التحقيقات في قضية الفقيدة والمرحومة ايمان تسونامي ففي هذه الفيديو اخواني اخواتي فكيف ما كتلاحظوا فغدينطرقوا لواحد النقطة اللي خطيرة وخطيرة جدا فهذه العنوان اللي وضعناه لهذه الفيديو ما وضعتوش عابة وعنوان عنده يعني اسبابه نتجات خلت ان هذا العنوان يعني يعبر على هذه الحالة اللي وضعت فيها دنيا باطمة يعني نفسها من بعد يعني ظهورها الاخير ظهورها الاخير رفقت مناجر ايمان تسونامي اللي والي برحمة الله فاخواني اخواتي كيف ما كتعرفوا منذ اللحظة يعني الاولى دي التسمم ايمان تسونامي وايضا بعد الوفاة ديالله برحمة الله خرجت يعني مجموعة ديالصفحات ومجموعة ديالالاخبار اللي راجت ومعلومات او اللجهات لوجهات ربما الشكوك دياله اتجاه دنيا باطمة فالعديد يعني اتهم دنيا باطمة بانها ربما تكون عنده وحد اليد في ما حدث لإيمان تسونامي او لجهات يعني موالية لدنيا باطمة ربما عندها يد في هذا الشي اللي يوقع لإيمان تسونامي الى هنا يعني الامور يعني مرتبطة باتهامات مصدرها الاخر مش دنيا باطمة اثارت الشكوك حول نفسها وانما اتهامات يعني من اطراف يعني من جهات اخرى لكن الان ومن بعد يعني ظهور دنيا باطمة يعني في هذا الحفل في مدينة الطانجة قبل يومين رفقة مناجر إيمان تسونامي فهنا المسألة اخدات وحد المنحة اخر وليت يعني تحيط بها الشبهات بصفة يعني كبيرة حول ليس حول ما حدث الإيمان تسونامي بشكل يعني مباشر وانما زجت بنفسها يعني الى شي حد تكلم على تورد دنيا باطمة فعندو اسبابو فدنيا باطمة وفرات هاد الاسباب وفرات هاد يعني المعطيات اللي كتخلي ان البعض وان الكل ربما انه يحس بحدي نوع ديال الشبهة يعني كتحيط بدون يا باطمة بخصوص تسمم إيمان تسونامي فهي وضعات نفسها في هاد الموقف ربما هي ما كانت شادك شي جاء عادي إنسيابي دون تخطيط لكن تعاقد مع مناجر إيمان تسونامي في ديال هاد الظروف خاص تحسب له ألف حساب قبل ما أنه يكون لأن دون يا باطمة عندك ملفات كبيرة وكبيرة جدا متابعة في ملف حمزة مون بيبي كتحيط بك شكوك والضجة يعني أينما رحلتي وارتحلتي فبالتالي عقد هاد العقد مع مناجر إيمان تسونامي لا يوليها برحمة الله فهذا الوقت وفي هذه الضرفية بالضبط حتى قبل ما أن نتسلي أربعين يوم من وفاة الفاقيدة اللي والي برحمة الله يعني أمر اللي يخلي أنه هذا نوع من الاستفزاز أو لشي حاجة من هذا القبيل اللي كتسبب في إطارة الشكوك حولك فدون يا باطمة يعني بهذا التصرف إخواني أخواتي يعني وضعت نفس فحد الموقف لديل شبهة وفرت كل الحجج وارتباطا إخواني أخواتي في القضية دي الإيمان تصنامي لأننا ضروري مخصرين نعطيكم بعض المعلومات وبعض المستجدات في الموضوع وبعض الأحداث اللي واقعة حاليا واللي كتواكب هذه الاحتمالات والشكوك لأثارت هدون يا باطمة حول نفسها في قضية تسمم إيمان تصنامي فكهنا أحداث إخواني أخواتي اللي مرتبطة بخطيب يعني إيمان تصنامي السابق الميسور الحال فاليوم اشتركت معكم فيديو اللي قلت لكم في مجموعة دي المعطيات كي هنا معطيات أخرى علاج بالضبط هاد القادية لأن مسألة وفاة إيمان تصنامي والجهات اللي استهدفت إيمان تصنامي وضعنا لهم مسلكين أو لطريقين طريق دي العصابات اللي كتستهدف الفنانين واللي كتكون يعني ربما هاد الفنانين كيكونوا عارفين بعض المعلومات كيكونوا عارفين بعض المعلومات بحكم أنهم كيحضروا في صهارات وربما كيحضروا إلى صفقات فكتكون هاد العصابات كتستهدف الفنانين وأيضا كي هنا الطريق الأخرى واللي عنده علاقة بالمنافسة الفنية والغيرة والحسد والحقد اللي خلال البعض أنه ربما يقوم بهذا الفعل وكي هنا الطريق تالت اللي هي كان غادي يجمع الفاقيدة إيمان تصونامي بوحد الشخص اللي بحسب معلومات ميسور وعنده واحد المكانة دياله في المجتمع المغربي مكانة راقية فهذا الأمر خل يعني جهات كتشوف بأن تسمم إيمان تصونامي مرتبط بعمل أو التدبير ديال واحد زوجة سابقة ديال هاد الشخص بحكم أنه ربما عارضات هاد الزواج وعارضات وكانت يعني دائما كترسل رسائل إلى إيمان تصونامي الهدف دياله هو أن خصت العلاقة تنتهي قبل ما أنها يعني تقوم بشيء إجراء لأن هاد السيدة عندها علاقة متشنجة مع الخطيب ديال إيمان تصونامي قبل ما أنها يعني توفى الله يواليها برحمة الله ف وعلاقة بالموضوع ف هناك يعني من يربط المسألة ديال الصارقة ديالدهب هالدهب اللي تسرق من المنزل ديالإيمان تصونامي إحنا حاليا ما عرفناش وش تسرق في اللحظة اللي كانت إيمان تصونامي يعني في المستشفى أو أنه تسرق في أيام الوفاة يعني في مناسبة الوفاة لأنه ما تمشي العثور على صندوق فيه يعني مجموعة ديالحاجيات اللي تامينا مش بالضرورة مجوهرات إنه مو ربما نتكلمو حتى على أشريطة ربما إيمان تصونامي عندها معلومات لأنها في البداية تكلمت على يعني هاد المسألة ديالعصابات وقلت بأن ربما لأن الفنانين كيحضروا في أجواء اللي كيكونوا فيها ناس اللي ربما كيكونوا كيتاجروا في أمور ربما كيكونوا عندهم أمور لأسرار خطيرة وخطيرة جدا فهذا الأمر ربما يخلي هاد الجيهات أنه تحاول تسرق هذا الصندوق ماشي من أجل ذب وإنما من أجل شيء ما ربما كلي ربما يو اس بي ربما قرص ربما وطائق ربما شي حاجة فالهدف كان طالبه يعني بتعميق تحقيقات في القادية كيف ما لاحظنا يعني في مقدمة الفيديو بوكاء وهيستيريا دي الإبنة دي الإيمان تصونامي فكنتمنى أن بناء على أن الروع عزيزة عند الله أن نتحقق العدالة في هذه القادية وأن المطالب ديالنا يعني توصل وتكون هناك نتائج إن شاء الله في صالح تحقيق العدالة في وفاة إيمان تصونامي إلى هنا جيت الختام دياله الفيديو ختاما كنتمنى لكم إخواني أخواتي تمام الصحة والعافية والله احفظت البلاد هذه من كل شهر وخير وخيتام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته